بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثالثة والسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم نور على الدرب يجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أستاذ بالمعهد العالي للقضاء مرحبا بكم الشيخ صالح حياكم الله وبركاتكم في الإخوة المستمعين هذه رسالة من أحمد محمد حامد المملكة الأردنية الهاشمية يقول في رسالته هل تجوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها أفيدون بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين تسأل وفقك الله هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجته نعم لا بأس بذلك لأنها من محارمة لأن الله جل وعلا حرم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريما مؤبدا فهي من محارمك لا بأس أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرما لها إلا إذا خشيت من الفتنة فإنك لا تصافحها إذا خشيت بالمصافحة من وجود فتنة أو ثوران شهمة فلا تصافحها أما ما لم يكن هناك محذور فلا بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرما لها لأنها أصبحت من محارمك لموجب العقد على ابنتها والله تعالى عالم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع عين ألف عين من الجبيل تقول في رسالتها هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيبا وهي حائض وإذا كان هذا غير جائز فهل عليها إثم إذا درست أبناءها القرآن خاصة إذا كانوا في مدارس أثناء الحيض أفتونا بارك الله فيكم لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب لأن عليها حدث أكبر ومن عليه حدث أكبر كالحيض والجنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة والحيض حدث أكبر مثل جنابة يمنع قراءة القرآن ولكن في حالة خوف النسيان إذا كانت الحائض تحفظ سورا من القرآن أو تحفظ القرآن وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى لأن مدة الحيض تطول تنسى ما حفظته من القرآن فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة لأن هذا من الضرورات لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقرأه محافظة على بقائه في حفظها وكلالك الطالبة إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض وتمتد حيضتها ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض فلا بأس أن تقرأه للامتحان لأنها لو تركته لفات عليها الامتحان وحصل عليها رسوب في القرآن وهذا يضرها ففي هذه الحالة أيضا يجوز للطالبة أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان لأن هذا من الضرورة والله تعالى أعلم بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل ضيف الله عبد الرحمن الصويان المدينة المنورة على السيح يقول في رسالته هل يجوز المرور أمام المصلي وما هو الفرط بين التواكل بين التوكل والتواكل المرور بين يدي المصلي لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ما فيه من الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المرور أمام المصلي قريبا منه إذا لم يكن له سترة أو المرور بينه وبين سترته إذا كان يصلي إلى سترة أما إذا مر من وراء السترة فلا حرج في ذلك لأنه إذا كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرحل فلا بأس بالمرور من وراء السترة إنما يحرم المرور بين يديه إذا كان ليس له سترة ومر قريبا منه أو إذا مر بينه وبين سترته إلا في حالة الضرورة كما لو كان المكان مزدحم وليس هناك طريق يمر منه إلا من أمام المصلي ففي هذه الحالة لا حرج للضرورة كذلك في مواطن الزحام الشديد كالمسجد الحرام فالإنسان يضطر إلى المرور لأن المصلين كثير ولو توقف الإنسان لا تعطل من المشي ففي حالة الزحام الشديد وفي حالة الحاجة إلى المرور فلا بأس بذلك للضرورة والله أعلم نعم بارك الله فيكم وأيضا يسأل الأخذف الله ويقول ما صفة سجود الشكر وكيف يؤديها المسلم أفيدونا أفدكم الله سجود الشكر يشرع إذا تجدد له نعمة أو اندفعت نقمة إذا اندفعت نقمة وحصل له فرج من شدة أو تجدد له نعمة كنصر على عدو أو بأن رزق مولودا أو ما أشبه ذلك من النعم المستجدة فإنه حينئذ يشرع أو يستحب له سجود الشكر شكرا لله سبحانه وتعالى وصفته أن يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو عشرا ويدعو بما تيسر له من الأدعية ثم يرفع ويكبر للرافع ثم يسلم هذه صفته سجود الشكر مثل سجود التلاوة نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من سالم سليمان الشادي من حائل يقول في رسالته من هي الأعمال التي تفيد وتنفع الوالدين أحياء وأموات أفيدون في ذلك جزاكم الله كل خير الأعمال التي تنفع الوالدين أحياء قرهما والإحسان إليهما بالقول وبالفعل والقيام بما يحتاجان إليه من النفقة والسكنة وغير ذلك والأنس والكلام الطيب وخدمتهما هذا في حال الحياة والإحسان إليهما بكل قول أو فعل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا خصوصا في حال كبرهما أو كبر أحدهما عنده فإنه يجب على الولد أن يتلطف بهما وأن يرفق بهما وأن يحسن إليهما كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فيجب على الولد أن يبر بوالديه إذا كان على قيد الحياة بكل أنواع البر التي يستطيعها ولسيما عند بلوغهما الكبر أو بلوغ أحدهما الكبر والضعف واحتياجهما إلى الولد وخدمته ومعونته أما بعد الوفاة فإنه يبقى من برهما أيضا الدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة لهما وقضاء الديون التي عليهما إذا كان عليهم ديون وصلة الرحم المتعلقة بهما أيضا وكذلك بر صديقهما أن هذا الشيء يسرهما ويرتاحان منه هذه الأمور تبقى من بر الوالدين بعد وفاتهما الدعاء لهما والصدقة لهما والتقرب إلى الله تعالى بالحج أو العمر عنهما وكذلك الأضحية لبح الأضحية عنهما وكذلك صلة الرحم المتعلقة بهما وبر أصدقائهما الله تعالى أعلم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع شحاذ خلوف من سوريا يقول في رسالته ما هي المذاهب والطرائق المنحرفة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هناك طرائق صوفية على الطريقة الإسلامية الصحيحة أفيدونا بارك الله فيكم الطرائق المنحرفة عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن حصرها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أبعينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة هذا عدد كثير والموجود الآن من فروع الفرق وتشعبها كثير ولكن 73 فرقة هذه أصولها كما قال أهل العلم وإلا فالفرق كثيرة والعياذ بالله الفرق الضالة وليس هناك فرقة ناجية إلا فرقة واحدة من هذه الفرق الكثيرة وهذه الفرقة الناجية هي من كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك ففرقة واحدة هي الناجية وهم أهل السنة والجماعة الذين بقوا وثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يبدلوا ولم يغيروا هؤلاء هم الفرقة الناجية ومن عداهم فإنهم ظالون وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار والطرق الصوفية طرق ظالة ومنحرفة خصوصا في وقتنا الحاضر فإن غالبها طرق منحرفة لأنها مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي داخلة في الفرق الظالة فربما يصل ظلالها إلى الكفر لأنهم منهم أهل وحدة الوجود وهؤلاء هم أكثر الخلق وهم من فروع الصوفية أو من أكابر الصوفية وكذلك منهم الحلولية ومنهم الآن السادة الذين يعبدون من دون الله عز وجل ويتقرب إليهم وريدوهم بأنواع القروبات تقربون إلى أضرحتهم وكبورهم إذا كانوا أمواتاً بأنواع القروبات يرجون منهم المدد والشفاعة وغير ذلك وإن كانوا أحياء فإنهم ينقادون لأوامرهم المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحليل الحرام وتحريم الحلال وتغيير الشريعة والرسومات المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كثير في الطرق الصوفية اليوم ولا نعلم أن هناك فرقة صوفية معتدلة بل كل الفرق الصوفية منحرفة وانحرافها يتفاوت فمنهما هو كفر ومنهما هو دون ذلك وعلى كل حال الصوفية وغيرهم كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ظال ومنحرف وواقع تحت هذا الوعيد الشديد نسأل الله العافية نعم جزاكم الله خير الجزاء أيضاً هذه رسالة من إحدى الإخوات المستمعات تقول في رسالتها هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل وأيضاً إذا لبست المرأة ثوباً خفيفاً ليس مبيناً لعورتها فما حكم الشرى في ذلك أفيدونا جزاكم الله كل خير الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف حجم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها الثياب الضيقة التي تصف الجسم وتصف أعضاء الجسم لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ولكن النساء أشد لأن الفتنة بهن أشد أما الصلاة في حد ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة صلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة لكن يأثم من صلى بلباس ضيق يأثم لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس وهذا من ناحية والناحية الثانية كما ذكرنا أن الضيق يصف أعضاء الجسم ويكون مدعاة للفتتان وصرف الأنظار إليه ولسيما المرأة فيجب عليها أن تستتر بثوب ضاف واسع يسترها ولا يصف شيئا من أعضاء جسمها ولا يلفت الأنظار إليها ولا يكون أيضا ثوبا خفيفا أو شفافا وإنما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة سترا كاملا لا يرى شيء من جسمها لا يكون قصيرا حاسرا عن ساقيها أو ذراعيها أو كفيها ولا تكون أيضا سافرة بوجهها كاشفة لوجهها وإنما تكون ساترة لجميع جسمها ولا يكون شفافا بحيث يرى من ورائه جسمها بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها فإن هذا لا يعتبر ثوبا ساترا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال صنفاني من أمتي لم أراهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن رائحة الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها معنى كاسيات أنهن لابسات شيء من الثياب ولكنهن في الحقيقة عاريات لأن هذه الثياب لا تستر هي ثياب شكلية فقط لكنها لا تستر ما وراءها إما لشفافتها وإما لقصرها وعدم غفائها على الجسم فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع أحمد صالح القيني من اليمن يسأل ويقول ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف ولم يدري حتى انتهاء الصلاة حيث نبه أحد المصلين على ذلك فهل صلاته صحيحة أم عليه القضاء أفتونا مشكورين لا شك أن ستر العورة من شروط الصلاة مع الإمكان قال ابن عبدالبر رحمه الله أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على اللباس أو كما قال فستر العورة من شروط صحة الصلاة إذا أمكن وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة ونبهه الحاضرون هذا فيه تفصيل إن كان هذا الذي انكشف شيء كثير فإنه يعيد الصلاة أما إذا كان شيئا قليلا ولم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله بدليل أن عمر بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن وكان إذا سجد انكشف شيء من عورته فيراه النساء من وراء الصف ولم يعيد الصلاة وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن انكشف شيء من العورة وهو يسير ولم يتعمده أن صلاته صحيحة أما إذا تعمد إذا علم وتركه ولم يستره صلاته باطلة ولو كان يسيرا وكذلك إذا لم يتعمد وكان هذا الانكشاف كثيرا فإنه يعيد صلاته لعدم تحقق الشرط بارك الله فيكم سؤال الثاني يقول ما معنى السيادة وكيف تتحقق وبما تتم ومن هو السيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نريد الإفادة جزاكم الله خير السيد يطلق ويراد به المالك ويطلق ويراد به زعيم القوم ورئيس القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معادن رضي الله عنه ويطلق لفظ السيد على الشخص هذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من منع ومنهم من أجاز فالذين منعوا احتجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس أنت سيدنا وابن سيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا فهل يدل على أنه لا يجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق لأنه وصف للخالق سبحانه وتعالى وقوم أجازوه واحتجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معادن رضي الله عنه لما أقبل وكان يحمل على دابة لأنه كان جريحا قالوا فهذا يدل على جواز إطلاق السيد على بعض الناس ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يقال لبعض الناس سيد إذا كان زعيما أو رئيسا لقبيلة أو لطائفة يقال سيد بني فلان أو سيد القبيلة الفلانية بمعنى أنه زعيمها ورئيسها ولا يكون هذا من باب الإطرة والغلوة والافتخار إنما هذا يكون من باب الوصف والتمييز يقال فلان سيد بني فلان وفلان سيد القبيلة الفلانية وما يشبه ذلك على أن لا يواجه به الشخص فلا يقال هذا في حضوره وفي وجهه لأنه ربما يحمله على الكبر وعلى العجب فلا يقال هذا في غير حضوره جمعا بين الأحاديث والله تعالى أعلم أما ما يتعارف عليه بعض المخرفين اليوم من إطلاق السيد على بعض المظللين من زعمائهم ويعتقدون فيهم البركة وأنهم يمنحون شيئا من المقاصد التي تطلب منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا أمر لا يجوز وهؤلاء في الحقيقة ليسوا سادة وإنما هم مظللون يجب الحذر منهم بارك الله فيكم هذه رسالة صالح عبدالله الحوطي صالح عبدالله من الحوطة معحد الحوطة العلمي يقول في رسالته صليت العصر ثم جلست في المسجد وبعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه وأنا قد صليت فهل أصلي معه أم لا وما دليل ذلك أفيدونا جزاكم الله كل خير لا بأس بذلك إن شاء الله على الصحيح من قولي العلماء أن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت النهي لأن هذا من ذوات الأسباب فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة وتصلي معه لأجل تحصيل الجماعة في حقه وتحصيل الفضيلة لا بأس بذلك إن شاء الله ولو كان هذا بعد العصر والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض القوم فقد صلى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه وبدليل أن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم دعاهم وسألهم فأخضروه أنهم قد صلوا في رحالهم فقال لهم لا تفعلوا وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن يصلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا في رحاله مع أن هذا بعد صلاة الفجر بعد ما صلوا الفجر نعم بارك الله فيكم سؤاله الأخير يقول هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها نعم هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها لمن فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصلها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك الصلاة الفائتة تقضى في أي وقت وليس لها وقت نهي ولفظ السائل فيه إجمال لأنه يقول إعادة الصلاة المفروض أن يقول قضاء الصلاة الفائتة نعم يجوز في أي وقت تمكن ويجب عليه المبادرة